موسيقى يأتينا مزيد من التفاصيل لما يدور بالأسواق التركيز يعني تذبض حاد وواضحة على الأسواق ما بين تراجعات حد شهدناها بالأمس على أسعار النفط اليوم نشهد هذه الارتداد من جديد التي تقارب الأربعة في المئة ملامسة المئة وأربعين دولار سركيز هل كانت ذروة بالنسبة للأسعار برأيكم؟ نهاركم سعيد بالفعل شهدنا تقلبات كبيرة في أسعار النفط وفي أسواق الطاقة بشكل عام بل إن السلع بشكل إجمالي حول العالم شهدت يوم أمس أكبر انخفاض انصح التعبير انخفاض جماعي منذ عام 2008 انخفضت عقود النفط الأمريكي الخفيف 12% و13% لكن يجب أن نتذكر بأن أسعار النفط ما تزال مرتفعة على مدى هذا الشهر بنحو 16-17% الأسواق المالية حاليا تترقب أي مستجدات بخصوص التوترات الجيوسياسية بالنسبة لروسيا وأوكرانيا لكن هناك بعض التفاؤل نوعا ما مقارنة فيما كنا عليه قبل أسبوع وذلك بعد أن توجهت الدول بحسب الجهات الرسمية التي أعلنت بأنها ستقوم بالإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية عدة دول ستقوم بالإفراج عن 61.7 مليون برميل لتقليل تقلبات الأسواق المالية كذلك الأمر هناك بعض الأنبال التي أشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة ربما ستدعم رفعا بالإنتاج هذا كله تسبب يوم أمس في الانخفاض الذي حصل في أسعار الطاقة لكن في نفس الوقت يجب أن لا نستهين في التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا فنحن نتحدث عن منتج للنفط بحواء أكثر من 10 إلى 11 مليون برميل يوميا وبالتالي قد يكون من الصعب ستسديد هذا العجز إن حصل بالفعل الآن المتداولين ينظرون إلى أن أوروبا وضعت خطة إلى 8 سنوات وليس بشكل حالي للاستغناء عن النفط الروسي كذلك الأمر في بريطانيا فحتى نهاية 2022 هو هدف التقليل الاعتمادية ليس كالولايات المتحدة التي أعلنت بأنها ستوقف بشكل مباشر وارداتها النفطية من روسيا هذا نوعا ما هدأ الأسواق المالية لكن بشكل عام لا أستطيع أن أقول حتى هذه اللحظة بأن ذروة القرب 140 دولار هي الذروة النهائية لأسعار النفط لكن يبدو أن أسعار النفط وضعت قمة على المدى القصير وليس على المدى المتوسط والطويل لأن أي توتر جديد جيوسياسي قد يدفع بأسعار النفط للارتفاع بشكل ملموس مرة أخرى نعم ساركيس كيف عم نشوف تقييم اليوم البنوك المركزية يعني إحنا أمام اليوم واحد من أهم الاجتماعات القادمة للمركزي الأوروبي الأسبوع المقبل لاحتياطي الفيدرالي هل بدأت بالفعل تسعر هذه المخاطر بشكل واضح؟ مستويات التضخم التي تصل لمستويات قياسية في كل أنحاء العالم هل ستكون عامل أساسي بتحديد السياسة النقدية برأيك؟ فعلا مثل ما اتفضلت مستويات التضخم عالميا عم ترتفع بشكل جنوني إن صح التعبير في الولايات المتحدة اليوم عم ننتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين اللي ممكن تظهر ارتفاع معدل التضخم بحسب المؤشر إلى 7.9% عم نتكلم عن تضخم في أمريكا الأعلى منذ أربعين أو أكثر من أربعين عام في أوروبا مستوى قياسي 5.8% أين المشكلة؟ المشكلة في البنك المركز الأوروبي حتى آخر التصريحات التي صدرت هو يقلل من أهمية التضخم رغم أنه تم الإشارة إلى مخاطر التضخم والتي تتصاعد أيضا تظل الأزمة الجيوسياسية لكن حتى هذه اللحظة يبدو أن البنك المركز الأوروبي يقلل من أهمية التضخم وينظر إلى التأثيرات في منطقة اليورو للأزمة الجيوسياسية لذلك اليوم أتوقع وبشدة أن يثبتها البنك المركز الأوروبي الفائدة المرجعية عند الصفر في المئة وهذا يدل إن دل على شيء فيدل بأن المركز الأوروبي بالفعل ربما سيكون متأخر عن بنوك مركزية أخرى مثل الفدرالي الأمريكي الذي سيرفع الفائدة على الأرجح وبنسبة احتمال 98% لأسبوع المقبل أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لكن الفدرالي الأمريكي من غير المرجح أن يقف عند رفع واحد بأسعار الفائدة بل في الأشهر المقبلة من المتوقع أن نرى رفع أقوى بأسعار الفائدة فالتضخم في الولايات المتحدة أصبح مقلق الكنوك المركزية ربما ستتوجه بشكل عام لتجديد السياسة النقدية لكن بالنسبة للبنك المركز الأوروبي فربما سيكون متأخر عن البنوك المركزية الأخرى والتي منها البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وقد يؤجل المركز الأوروبي رفع الفائدة حتى الربع الرابع القادم من هذه السنة فتختلف وجهات نظر البنوك المركزية المركز الأوروبي ينظر إلى مخاطر التضخم لكن أيضا إلى مخاطر النمو الفدرالي الأمريكي حاليا يتوجه أكثر لرقابة الارتفاع الهائل في معدلات التضخم والذي يهدد بوصول الاقتصاد العالمي إلى مراحل اقتصادية خطيرة قد نتحدث عن الستاكفليشن أو الركود التضخمي كما مر في أعوام في السبعينات من القرن الماضي نعم ساركيس هل هذا يفسر التحركات اللي عم نشوفها لزوج اليورو دولار بالوقت الحالي وهذا الارتفاع لليورو أمام الدولار يعني هل بدأ فعلا يحتسب أي قرارات بأنه قد لا يكون هناك سرعة باتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة من المركز الأوروبي الآن عندما ننظر إلى الارتفاع الذي اعتبره طفيف نسبيا الذي حصل يوم أنزل اليورو مقابل الدولار هو ارتفاع بواحد فاصل ستة في المائة لكن على مدى هذا الشهر ما زال اليورو منخفض أمام الدولار بواحد فاصل أربعة في المائة تقريبا بل إن اليورو بدأ بانخفاضه مقابل الدولار الأمريكي منذ شهر يناير العام الماضي الفين وواحد وعشرين وهذا يفسر رؤية الأسواق إلى أن البنك المركز الأوروبي سيكون أبطأ بكثير من الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بالتالي رغم أني لا أستبعد إعادة تسعير بالنسبة لليورو في ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدأ تارة وتعود للتفاقم تارة أخرى لكن هذه التصحيحات قد تبقى نوعا ما محدودة في الاتجاهات الهابطة الإجمالية لليورو مقابل الدولار ربما ستبقى قائمة ولو عدنا بالذاء قراءة قليلا انخفض اليورو مقابل الدولار من مستويات فوق دولار وثلاثة وعشرين سنت إلى المستويات الحالية حول دولار وعشر سنت فارتفاعه من دولار وثمانية سنت إلى دولار وعشر سنت أمريكي يعتبر طفيف مقارنة بالانخفاضات الحادة التي بدأت منذ بداية العام الماضي وبالضبط كما تفضلت فيبدو أن الأسواق المالية تساعر بشكل عام سرعة الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مقارنة بالبنك المركز الأوروبي لكن لا نشهده من ارتفاعات حاليا هي قد تكون ارتفاعات مؤقتة على المدى القصير نعم الملاذات الآمنة ما زالت عامل أساسي خلال هذه الفترة ساركيس يعني والذهب اللي وصل لذروة تقترب من الألفين دولار وهي ذروة 2020 عدنا لأيضا بعض التراجعات اليوم وتراجعات حادة هل تعتبر هي عملية صحيحية اليوم للذهب أم هي استراحة نسبيا من هذا المستوى ثم سنرى عودة المكاسب من جديد اشتركوا في القناة